تعالوا مع بعض غريبة من القلب غريبة تعالوا شوف البيتفور هنعمله ازاي البيتفور مقاديره كلاتي نطلع بها وسيزن الحب بعد يزدك مقادير البيتفور كوبين من الدي بنعجل العجينة بيضة بنقسمها نص صيد نص بتاخد كاكاو ونص الخلاق عبيض هنعملكم البيتفور النهاردة بالطريقة السهلة والبسيطة معنا شوية شوكولاتة فارسية كده شوكولاتة حمرة شوكولاتة بيضة عندنا الجوز الهند عندنا الشوكولاتة عادية سعيبة فهنلون بقى الموضوع البيتفور ده زي ما احنا عايزين نحط عليه كريز احمر نحط عليه مربة زي ما احنا عايزين نعمين ومعنا فانيليا دي المقادير بتاعته حلو الكلام مقادير العجينة بتاعت البيتفور عشان وقتنا من دهب العجينة نفس العجينة اللي انا عجينة من شوية ايض زي الفول اه العجينة ايض تحط في التلاجة كده لو درجة حارة المطبخ عالية شوية حلو الكلام وانا بتاعها نصيني عمشي نقطع العجينة دي نصين اه معانا نص دي جاهنا نخليه كده اللي على اليمين ده نخليه وناخد النص ده كده شفت العجينة طالعة من التلاجة ازاي اي اي اول ما تشم ريحة الايد والدعكة بتاعت الايد والحرارة بتاعت الايد هتلاقي العجينة دي طريت معك نحط عليها كتكاون حلو زي الفول ونقلبها شوية معلش اه حبيت دي اعملها مع حضراتكم كده واحدة واحدة اه 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 شفت الكاكاون بهدي للدنجة اه 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 زي الفول هتاخد لون الكاكاون وتتلمي بالكاكاون هتقول لي اشوف مغازة نشفت معك سهلة بسيطة شوية سامنة بلدي من ايدك الحالوة تحط عليها كده وتقلي بيها اه 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 وتكمل بقيت ايه الموضوع اه واحنا مع بعض اه انا عايزك لما تخش المطبخ زي تشيف مغازة غير كده تبيت تعرف بتعمل ايه كده، الفهم بريح خلي بالك ومتاشتغلاش بمقادير با والله يا والله هو موضوع انا احنا الكباية الكباية صغيرة وكدت لها ولكن نصيحتي للعيار برضو عشان المبتدئين مش كل الناس هتبعي عندها الخبرة هذه العريقة ات皆 اعملي الكباية اللي تعايير بيها اللي ما تقتلون بها اللي ما تقتلون بهاIKO اللي ما تقتلون السامنة اللي ما تقتلون بها اللي ما تعايير بها دي sangatžik اللي ما تقتلون الصغيرة اللي ما تقتلون كم شوية الناس عجلة البتوفور خلاص خادت الشوكولاتة بقتلونين هنفرد دلوقتي كل واحدة الوحدية ونحط اللي اتنين على بعض واللي فوم رولز ونقطحها ده البتوفور بدل ما نحط واحدة على التانية اهو احنا هنحط اللي اتنين جوه بعض اهو الشوكولاتة دي تتلمي كده اهو هيلمي العجينة بالشكل ده كده واخليها على جنبه هنفرد العجينة مع بعض بنشابة اللهم صلى على النبي عجينة البتوفور ونشوف ازاي نعمل البتوفور بطريقة سهلة هتاجن على الشوكولاتة يشيف ناجن ما كلها حلويات خلي بالك تعمست كل العجينة معايز الفول هيت بفرد الاول كل واحدة على حدة دي كده هيت بسم الله الرحمن الرحيم اهو ونفرد كده بشكل مستطيل يعني تلاتين مسلا في ستين اهو اهو حال تعمل كل ما تسخن كل ما تلاقي السمنة دي فكت شفت العجينة غير الاول اهو 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 ده بقى معانا الشكل المستطيل والي يكن بالشكل ده كده نشير العجينة دي على جابه ممكن نعملها بسكويت نعملها بتوفرية صغيرة وناخد دي كده نفرتها الوحدية الله ما صلى على النبي اهو ما ممكن احنا نلاقي البروتين ده ونلاقي الحلويات دي في اي حاجة بنكونها في اي مكان كان مفيش مشكلة ولكن ان احنا نقعد في البيت ونعمل الحاجات ده والاطفال يشاركونا والعروسة الحلوة اللي تتجوز بعد شهر تشاركنا والعروسة الحلوة اللي تجوز انت شاركنا ده حاجات بتتورس لاجيالنا وولادنا وحبيبنا وبيعرفوا ان احنا لازم نعمل الحاجات الحلوة دي طبعا وعلشان كمان يبقى فيه صلة رحم وفيه حب وفيه تواصل وفيه اغد اللي بيكلمش جاره يجي الكحك يلاقي الباب يخبط طبق كحك حلو طبق بسكويت حلو نشيل ده كده والله ما اصلنا عني ونشيل ده كده ونشيل ده كده وانا اخد دي كده انا واللم العجلة دي نستخدمها تاني على فكرة بالشكل ده كده ما تترميش انا ضد ان الحاجة تترميك خلي بالك الحاجة دي بفلوس حاجنتين معانا همت زي الفل واشيل دي براحة كده زي ما هي كده بتحطي هنا مكانة هنا اهو خلي بالي كلففها كده اهو اهو واعملي بقى اشيل ده كده من هنا معايا التفاصيل مخرجنا الجميل فيش النهاردة لبصل ولا تماطي اهو هلفها كده بالراحة اهو بتفور بطريقة سهلة اهو اهو هي العجينة لما بتريح وبتسخن بتطرع على بعدي اهو براحة خلص كده اهو 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 وملاحل بقى هكده اهو 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 شفت وهي دي الشرون اهو 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 عجينة فيها سمنة وديه الطبية اهو اهو زي الفللي عم نشيص اهو هنجيب سكينة مشارشرة ايه ونجيب ساك حلو عشان هنغبس فيه دلوقتي ايه حلوة ايه سكينة مشارشرة معانا موجودة معانا هي وساك حلو فيني عم الشيفة اللهم صلى هنبيح والياكوين ده مثلا ايه ايه معلش هناخد ده كده بنجي كده دي كلها افكار علشان انا بريحك من الموضوع ايه شفت البتفورة هيطلع ازاي ايه حلوة نفس القصة اه اه عارف ايه مفاتيحه خلي بالك فاسبكم الموضوع عشرين ومية واربعين ومية وستين والجاو ده كده اه شوية بتفور بيتكلموا مصري بصوا كده بص عليها كده بننسى قبل بنخلص اه بنحط في الشوكولاتة دي كده اه ونحطها في الشوكولاتة الفرسية كده اه افكار بسيطة وسهل اه ونحطها تاني هنا كده تاني كمان واحدة اه اه بالشوكولاتة وتطلع على الشوكولاتة دي كده اه دي الحاجات دي مطلوبة اه ونفس القصة هنا كده اه بحطها في الشوكولاتة الحلوة انا بحب الشوكولاتة الغمقة بالشكل ده كده اه طب في العسل ويجعل ايامنا عسل اه تنزل في العسل وبعد تنزل في الشوكولاتة اه اللي مش عايز الشوكولاتة يحطها في العسل اه بالشكل ده كده اه دي التفاصيل الصغيرة تاني في العسل حب العسل اه 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 نفس الموضوع اه ومعنى غريبة دي طبعا لازم تتاكل بعد ايه ما تبرد تتغرب في الصنية بعد ما تبرد طيب وعندنا البتوفوردة يتحط في الفرن في درجة حرارة مية وتمانين يطلع معاك زي الفل زي ما هو كده بالف انا وشفة التفاصيل بتاعته هيا حالو الكلام في حاجة نحصل نهاردة بكرة يوم الاطفال ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين زي الفل تمام كله